كل حقيقة أنا النهاردة قبل ما ابتدي الحلقة كل حلقة بقول مساء السعادة مساء البهجة وبين حسيت أني مش عايزة أقول كده يمكن لإني عارفة أنه في لحظة ما من مقدمة الحلقة هأشارككم الحزن على رحيل الفنان الجميل الكبير هشام سليم لكن رغم ترددي قلت هشام سليم الحقيقة عاش رحلته الفنية كلها رمز من رموز البهجة الحقيقية في مصر هو أفلح برحلة الفن كلها أنه يبقى بيقدم لنا بهجة رصينة رزينة بهجة مسؤولة سعادة حقيقية بقيمة كل اللي بيقدمه النهاردة رحل عن حياتنا هشام سليم بعد صراع مع المرض لكنه كان شخصية مقاومة حتى آخر لحظة هشام سليم بدأ معنا رحلة يمكن جيلي يعرف يعني إيه رحلة هشام سليم اللي بدأها من إمبراطورية ميم ودور متحت الشاب اللي بيحاول يخالف أوامر مامته ويجرب الدنيا في أشكال غريبة شوية لغاية رفعة المسيري في هجمة مرتدة وبينهم كان إبراهيم في الإبن الضال وكان هشام أنيس في الراية البيضة وكان علي البدري عادل البدري في ليالي الحلمية وفي المياه دنيا يا غرامي والأرجوز وكريستال وغيرها وغيرها هشام سليم كبر مع جيل يعني الجيل ده تلع معه شافه من هو عنده 12-13 سنة وتلع بقى إبراهيم 17-18 ثم بقى هشام أنيس ثم بقى حسني في أرابيسك ثم لغاية ما بقى رفعة المسيري في أدوار مختلفة كلها أدوار في حقيقتها بتشكل رحلة حياة للمصريين